السلام عليكم يا شباب الاخبار في الفيديو اللي فات عملنا الهيدر بتاع الابليكيشن بتاعنا زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله في الفيديو دوت هنعمل الكارد بتاع البلوك عشان لما نيجي نجيب الداتا بتاعتنا نقدر نعمل عليها لوب وننسبلي الداتا اللي هنجيبها تعالوا نشوف اول حاجة هنعمل الكمبوننت اسمه لوج كارد ونبدأ نحط نكتب التمبرى بتاعه طبعا ده بداية الكمبوننت بتاعنا لسه هنكتب بقى فيه الاتسطنال والسي اس اس والجواسكريبت بتاعتنا نبص بص عاد دزعين ونشوف احنا عايزين ايه بالزبط اول حاجة احنا عايزين صورة في فليها ريديس وعايزين التايتل وثمر كده للبلوك بتاعتنا ولنك لندون ندوس عليه نخش على البيج بتاعت البوست او الارتكل بتاعنا تعالوا نشوف هنكتبها ازاي هنعمل اول ديف اللي هي اللي هتكون شايلة كل حاجة عشان ما ينفعش يكون فيه اكتر من روت في التمبلت اللي عملنا ديف كده ونجينا نعمل ديف كمان هيقول ان ما ينفعش يكون فيه اكتر من روت جوه نفس التمبلت في التمبلت لازم يكون فيه روت واحد بس او اب واحد بس وشيل كل فنعمل عملنا ديف هنسميها مثلا بلوج كارد نبدأ بقى نعمل جزء جزء اول حاجة في عندنا ديف هنسميها او نسميها كارد امج هنحط جواها الامج بتاعتنا بعدين هيكون في ديف هيكون فيها الكونتنت او الكارد كونتنت ده الكونتنت اللي هو الجزء ده كله جزء ده كله هيكون في في ديف على بعض هيكون جواها اتش تو مسلا كارد تايتل بعدين هنا هيكون في بي كارد سماري وهكتبينها صح اه مزبوطة وهيكون في اخر حاجة معنا اللينك اللي هيروح على الصفحة موضوع اللينك ده هيكون لي كلام تاني بس هنخلي دلوقتي بشكل مبدأ عشان نعمل الشكل بتاعنا اول حاجة بنسبة للصورة صورة بلاك كده كده احنا في داتا هنجيبها من اي بي اي هنشوفها الفيديو الجاي بس بشكل مبدأي هنجيب صورة جاهزة اه نستعملها بشكل مبدأي لغاية ما نجيب الداتا بتاعتنا هنروح هنا هننقي اي صورة من عندنا ودي حاجة ما تلاقوش منها كده كده بي حاجة موقطة تمام بعدين نبدأ نحط اللينك بتاعها اه سوري انا احطي حاطة ده في المكان غلط مفروض انا حاطة ده في دست بس المفروض تتحط في السورس في الاسد مفروض تتحط هنا ونكتب هنا مسلا اه مفروض في الالت الالت بتكتب في ايه اللي انا عايزه يظهر او ايه الكلام عايزه يظهر لو الصورة ما ظهرتش لأي سهل من الاسباب ان انت بطيق او الصورة ادمسعد من على السيرفر فمفروض بشكل مبدأي هنمفروض نكتب او بس مش هنسبها كده احنا لما نجيب الديات الحقيقية هنحط الطايتل بتاعنا ايه الطايتل بتاع البلوج بتاعنا وهنا هيكون في الطايتل وهنا هيكون في بشكل مبدئي وهنا هيكون في اللينك بتاعنا اللي هو مكتوب في continue reading ده الاتش تمقل بتاع الكارد بشكل مبدئي تعالوا بقى ننده الكمبوننت دوت في الصفحة بتاعتنا هنعمل نفس الفكرة بالضبط هون عملنا امبورد الكمبوننت وحطنوه في الكمبوننت ستات اللي احنا فيه بعدين هنندهو هنا تعالوا نشوف ما زهرش حاجة تعالوا نشوف اللي حسن يكون في مشكلة اللي هو بي بلد بس تمام هنروح هنا زهر هو الكمبوننت بتاعنا بس هو كان زهر من الاول بس عشان الصورة كبيرة جدا وبدايتها ابيض فما ما خدناش بالنا انها زهر بس تعالوا بقى نزبط شوية للكارد ده اول حاجة اول حاجة في مفوض يكون في كنتينر كده شاير الكمبوننت زي ما انتو شايفين مش هيكون واخد الويتس كله فهنروح للصفحة بتاعتنا اللي هي هنا وهنعم مثلا دف هنسميه كنتينر الكنتينر الكنتينر وهيكون جواه الكارد بتاعه والكنتينر ده مسلا هياخد هيكون واخد يمين وشمال تلاتين بيكسل مسلا ويه ماكسمم ويتس هنقول مسلا تسعمائة وستين ولا الف اربعة وعشرين عشان يجي في النص اه جي فعلا مظبوط يعني جي فعلا خد المساحة بتاعتنا ويجي في النص عايزين بقى نزبط الكارد نفسه يكون شكله كويس زي ما موجود في الدزاين كده زي ما موجود هنا بتاعي نحط كده اكتر من كارد عشان وحنا بنعمل الستايل نشوف الشكل على الارض الواقع هنحط تلاتة بعدين نروح الكمبونت بتاعنا ونبدأ نعمل الستايل بتاعنا اول حاجة الكارد هيكون المفروض المفروض الكارد نفسه هيكون ليه ويتس معين البعضين الامج هتاخد الويتس بتاع الكارد ده الكارد الاول هياخد بلوك كارد هيكون ويتس بتاعه تلاتة تلاتين في المية والكارد امج الامج اللي جواه هتكون ماكسام ويتس او نخليها ويتس مية في المية تعال نشوف كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر